وقد قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج ولا يحق له ذلك ولا يصح النكاح إذا لم ترضى فكما أنه لا يحق له أن يجبرها على أن تأكل ما لا تشتهي أو أن تلبس ما لا تريد أو أن تبيع وتشتري ما لا ترى فمن باب أولى أنها لا تجبر على معاشرة ومضاجعة ما لا تحب فكما أن رضى الزوج مطلوب كذلك رضى الزوجته مطلوب